السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرحبا بكم وباب جديد من أبواب السعادة نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك ونسيت أنسي بالحياة ولهوها ونسيت نفسي خوف أن أنساك إني أويت لكل مأوى في الحياة فما وجدت أعز من مأواك وتلمست نفس الطريق إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك فليرضى عني الناس أو فليسخط أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أيها الإخوة وباب سعادة اليوم هو بر الوالدين فبر الوالدين من أعظم أسباب سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة من وفقه الله عز وجل سعد ومن حرم هذا الباب شقي في الدنيا والآخرة والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى يقول على لسان سيدنا عيسى عليه السلام وهو يتكلم في المهد وهو ما زال رضيعا فأشارت إليه أي أمه مريم عليه السلام قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا هو بار بوالدته ويقول في المقابل أن الله تعالى لم يجعلني جبارا شقيا لم يجعلني قاسي القلب عاصيا لأوامره سبحانه وتعالى إذن فالبار بوالديه ليس جبارا ولا شقيا والعاق لوالديه جبار شقي والعياذ بالله وعلى لسان يحيى عليه السلام أو عندما تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن يحيى عليه السلام قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا إذن البر الوالدين ينجي الإنسان من الشقاء وعقوق الوالدين يوقع الإنسان في الشقاء والعياذ بالله وكما قال بعض الأدباء عندنا ثلاث آيات في القرآن الكريم من التزم بها لا يشقى أما الأولى فالالتزام بالقرآن طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى اثنين الدعاء ولم أكن بدعائك رب شقيا ثلاثة بر الوالدين وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا هكذا لتبتعد عن الشقاء عليك بهذه الثلاث وقد تكلمنا قبل ذلك بفضل الله تعالى عن القرآن الكريم في حلقة مستقلة ثم تكلمنا عن الدعاء في حلقة أخرى واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن بر الوالدين بر الوالدين أيها الإخوة أمر أمرنا الله عز وجل به والإحسان إلى الوالدين أمر أمرنا الله عز وجل به قال وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فقرن سبحانه وتعالى الأمر بالإحسان إلى الوالدين قرنه بالأمر بعبادته سبحانه وتعالى والتنين سبب من أسباب السعادة عبادة الله وتوحيد الله عز وجل والقيام بحق الله سبب من أسباب السعادة تكلمنا عنه في حلقة مستقلة قبل ذلك والإحسان إلى الوالدين سبب آخر من أسباب السعادة ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ثم قال وبالوالدين إحسانا أنشكر لي ولوالديك إلي المصير سر سعادة الإنسان أن يشكر لربه وأن يشكر لمن أحسن إليه وأعظم الناس إحسانا إليه هما الوالدان ولذلك العلماء قالوا من أعظم أسباب سعادة الإنسان أن يحسن إلى الناس أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإنسان إحسانه وسئل أحد الحكماء من أسعد الناس قال من أسعد الناس بيقول له من هو أسعد الناس قال لهم من أسعد الناس يعني الذي يدخل السرور على الناس الذي يسعد الناس هو أسعد الناس على قدر ما يسعد الناس على قدر ما يلقي الله عز وجل السعادة في قلبه والطمأنينة والسكينة في قلبه وإذا كان إسعاد الناس والإحسان إلى الناس عموما حتى لو كنا لا نعرفهم سببا من أسباب سعادة الإنسان وراحة باله فإن إسعاد الوالدين وإدخال السرور على الوالدين من أعظم أسباب سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جئت يا رسول الله أبايعك على الهجرة وتركت أبوايا يبكيان قال له صلى الله عليه وسلم ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما إذا أردت رضا الله وأردت أن يسعدك الله عز وجل وأردت الثواب من الله عز وجل فأدخل السرور على والديك لا تبكي الوالدين وإنما أضحكهما وأسعدهما فإذا فعلت ذلك فأنت مهاجر في سبيل الله وأنت مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الأحباب بر الوالدين من أعظم أسباب سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة ويكفي أن الإنسان إذا بر والديه الله عز وجل يعجل له الثواب في الدنيا يعني إذا كان ثواب بر الوالدين في الآخرة الجنة وأن الإنسان يدخل جنة الله سبحانه وتعالى في الآخرة فإن بر الوالدين له أثر على سعادة الإنسان في الدنيا قبل الآخرة من أعظم مظاهر سعادة البار بوالديه في الدنيا أن الله عز وجل يرزقه أولادا بررة والجزاء من جنس العمل والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم على قدر ما تبر والدك على قدر ما يبرك أولادك والجزاء عند الله تعالى من جنس العمل وعندنا قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إبراهيم كان بارا بوالده وإحنا دايما عندنا قدوة في السعداء من أسعد الناس في الدنيا؟ الأنبياء وإذا أردنا السعادة في الدنيا وفي الآخرة علينا أن نسير خلف الأنبياء هم الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعمت عليهم طيب إذا كان الأنبياء هم الذين أنعم الله عليهم وهم السعداء هل كانوا برر بأبائهم؟ نعم تعالى ناخد نموزج سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أرسله الله تعالى وأنزل عليه وأرسله لهداية الناس وكان أبوه عابدا للأصنام وأراد أن يدعو أباه إلى الله دون أن يعقى أباه ربنا سبحانه وتعالى يقول واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أبوه ده عابد من عباد الأصنام كافر بالله عز وجل علشان لما تيجي تكلم واحد من الناس العقيل للوالدين فقول لك والله لا أبي هذا يعني لا يطاق أخلاقه سيئة وكذا ويحاول يبرر لنفسه الخطأ اللي بيعمله حتى لو كافر خلينا نقول إن أبوك هذا كافر بالله عز وجل كيف نتعامل مع الأبي الكافر شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام كيف كان يتعامل إذ قال لأبيه يا أبتي يا أبتي هكذا بأدب لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصير يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا هكذا يا أبتي يا أبتي يا أبتي فكان الرد من أبيه الكافر ردا غليظا شديدا قال أراغب أنت عن أهلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي إذن اعتزل وألح استغفر لك ربي وظل يستغفر ربه سبحانه وتعالى حتى مات أبوه على الكفر فعلم أنه عدو لله عز وجل ولذلك ربنا قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الشاهد أنه مع كفر والد سيدنا إبراهيم إلا أنه ظل يدعو الله تعالى وظل يستغفر له حتى نهاه الله تعالى عن ذلك وطالما كان حيا كان عنده أمل في إسلامه فظل يدعوه إلى الله عز وجل بأدب يا أبتي يا أبتي يا أبتي ولذلك لا تتعجب إذا رزق الله تعالى سيدنا إبراهيم بولد بار به وهو سيدنا إسماعيل عليه السلام قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين هكذا بروا آباءكم تبركم أبناؤكم فمن أراد أن يكون أولاده باررة له فليحسن إلى والديه وليبر والديه وليعلم أنه كما تدين تدان وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم وكم من قصص في الحياة وتعلمونها أنتم ويعلمها القاصي والداني قصص لناس عقوا آباءهم وأمهاتهم فرزقهم الله تعالى أولادا عقوهم وعلموا ساعتها أن هذا بسبب فعلهم بآبائهم وأمهاتهم والسعيد من وعظ بغيره والشقي من صار عبرة لغيره والعياذ بالله إذن من أعظم أسباب السعادة أن تبر والديك فيرزقك الله عز وجل أولاد بررة يسعدونك في الدنيا نمر اثنين من مظاهر سعادة البار بوالديه في الدنيا أن الله تعالى يبارك له في عمره ويبارك له في رزقه والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه من سره أن يمد له في عمره وأن يبارك له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه يبر والديه ويصل رحمه إذا أردت الخير في الدنيا وفي الآخرة طول العمر البركة في العمر والبركة في الرزق فعليك ببر الوالدين وعليك بصلة الرحم كم من شباب هم حريصون على السعي على رزقهم وبيصل الليل بالنهار ويسعى على رزقه وهذا عمل جيد وسبب عظيم من أسباب الرزق لكن هناك سبب آخر لا يقل أهمية عن السعي وهو التماس دعاء الوالدين والتماس رضاء الوالدين والتماس رضاء الرحم الأخوال والأعمام والخالات والعمات علشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك في سعيك ويبارك في رزقك عليك أن تلتمس دعوة صالحة من والديك أن تلتمس دعوة صالحة من رحمك لأن صلة الرحم تزيد في العمر وبر الوالدين يزيد في العمر فإذا التزم الإنسان بذلك كان ذلك سببا لسعادته في الدنيا وفي الآخرة قالوا كذلك من أعظم مظاهر الإنسان البار بوالديه وسعادته في الدنيا والآخرة أن البار بوالديه يفوز بدعوة الوالدين والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده هذه دعوة مستجاب وفي رواية أخرى قال ودعوة الوالد على ولده العاقل والسعيد من التمس دعوة من والديه وبدل ما أبوه أم يدعون عليه لا يخل الدعوة لي ولي أولاده ويلتمس دعاء الوالدين فإذا التمس دعاء الوالدين كان ذلك سببا لسعادته في الدنيا والآخرة من أعظم مظاهر سعادة الإنسان البارب والديه أن الله تعالى ينجيه من الكربات وينجيه من الشدائد ينجيه من الكربات وينجيه من الشدائد في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار ووقعت صخرة عظيمة فسدت فم الغار وصار الغار بالنسبة لهم كمقبرة يعني الهلاك فيها محقق لا شك فيه إلا أنهم قالوا تعالوا ندعو الله تعالى يعني أن ينجينا من هذا الأمر بعمل صالح عملناه في الدنيا وده من أعظم أسباب السعادة أن الإنسان يدعو الله عز وجل عند الشدائد ونحن تكلمنا قبل ذلك في حلقة مستقلة عن الدعاء وكيف هو سبب من أسباب السعادة هذا مظهر من مظاهر الدعاء عند الشدائد فينجي الله عز وجل الإنسان من الشدائد طيب دعوا الله عز وجل واحد توسل الله عز وجل بيترك الفاحشة كان يحب امرأة وتمكن منها لكنه تركها مخافة الله عز وجل التاني حفظ الأجرة للأجير ولم يأكل حق الأجير ونماه له التالت قال اللهم إنه كان لأبوان شيخاني كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا يعني أنا دايما أقدم والدي يعني على من عداهم في الاهتمام وفي الخدمة وإنه نأى بالرعي أو المرعى يوما يعني ابتعد بالأغنام علشان يبحث عن المرعى الخصب يقول رجعت وجدتهما قد ناما وأراد أن يطعمهما لكنهما كان قد ناما وأطعم أولاده لكنهم الأولاد يعني كعادة الصبيان يريدون المزيد وبقي طعام الوالدين وهنا ظل واقفا بالإناء حتى استيقظ الوالدان وشرب نصيبهما ويقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه قالوا فانفرجت الصخرة بعد أن دعا صاحباه وخرجوا يمشون ونجاهم الله عز وجل إذن بر الوالدين سبب من أسباب النجاة من الشدائد في الدنيا ومن الشدائد في الآخرة قالوا كذلك بر الوالدين سبب لإجابة دعائك أنت الإنسان البار بوالديه قريب من الله عز وجل وإذا دع الله سبحانه وتعالى استجاب الله عز وجل دعاءه وكلنا يحفظ حديث أويس القراني هذا الرجل الصالح الذي عاش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا في اليمن بأمه وكان يخدمها ولم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الله تعالى بشأنه وقال للصحابة يأتي عليكم أويس بن عامر القراني من مراد ثم من قرن يأتي مع أمداد أهل اليمن له والدة هو بها بر له والدة صلى الله عليه وسلم من الذي أخبره صلى الله عليه وسلم بهذه المعلومات الدقيقة إلا الله سبحانه وتعالى له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره كان به يعني مرض جلدي يعني أو برس وشفاه الله تعالى إلا موضع درهم ثم يقول لسيدنا عمر رضي الله عنه إن استطعت أن يستغفر لك فافعل سبحان الله هذا الرجل الصالح لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره الله تعالى بشأنه وبأمره حتى أخبر الصحابة وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدور على سيدنا أنس كلما يلاقي سيدنا أويس كلما يلاقي جماعة من اليمن يقول أفيكم أويس يقولون لا حتى وجده فقال له أنت ويس ابن عمر قال له نعم كان بك برس أو يعني المرض الجلدي فشفيت منه إلا موضع درهم قال له نعم لأذكر به ربي سبحانه وتعالى يعني لأذكر نعمة ربي علي أنني كنت مريضا فشفين ولك أم أنت بها بر ثم يقول له استغفر لي يقول له يا أمير المؤمنين أنا يعني أستغفر لك أنت يقول له نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا فيستغفر له ثم ينطلق ويتركه حتى لا يلتفت إليه الناس الشاهد أنه من بر ويس ابن عامر القراني رحمه الله وتعالى من شدة بره بأمه صار يعني مجاب الدعوة وسيدنا عمر بن الخطاب يعني يقول له استغفر لي والنبع عليه الصلاة والسلام يقول له إن استطعت أن يستغفر لك فافعل بر الوالدين ورضى الوالدين من أعظم أسباب السعادة أيها الإخوة يكفي النبع عليه الصلاة والسلام عندما يقول رضى الله في رضى الوالد وسخط الله في صخط الوالد يعني إذا أردت أن يرضى الله عنك فأرضي والديك وإذا أردت أن يصخط الله عليك فأصخط والديك ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الوالدين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قالوا ما هو القول الكريم؟ هو قول العبد الضعيف للسيد الفضل الغليز يعني لو تخيلنا أن فيه مدير مثلاً حاجة تشبه المسألة أو تقرب المعنى لو قلنا أن فيه مدير سيء الأخلاق وشديد وقاسي وعنده موظف بسيط كيف سيكلم هذا الموظف البسيط هذا المدير الشديد؟ كلمه بأدب واحترام كذلك الإنسان يكلم والديه وكذلك الإنسان يعني يلين القول لوالديه وقل لهما قولا كريما واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة جناح الذل من الرحمة تزلل لوالديك الطائر وهو بيطير وبيقلع يعني يتلاقي فيه معنى العظم أو فارد جناحاته وكذا لكنهو بيهبط يضم جناحيه ويتزلل كذلك الذل بين يدي الوالدين عز لله سبحانه وتعالى الإنسان لا يقل منه أبدا أنه يتزلل لوالديه بل بالعكس من تواضع لله عز وجل رفعه الله سبحانه وتعالى واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إذن كأن الإنسان لما يبر والديه ليس متفضلا وإنما يحاول رد الجميل لوالديه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يعني يا رب اجزيهما عني خير الجزاء وأنا مهما عملت أنا عاجز عن أن أوفيهما حقهما فياربي اجزيهما أنت خير الجزاء ولذلك سيدنا ابن عمر لما رأى رجلا يحمل أمه ويطوف بها عند الكعبة وقال له يا ابن عمر أتراني جزيتها قال ولا بطلقة واحدة يعني مهما فعلت أنت لا توفي الوالد لكن جزاك الله خيرا يعني مش معنى هذا أن نحن بنقلل من شأن البارين بالعكس الله شكور ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى والإنسان إذا اجتهد أن يكون بار الله عز وجل يجزيه على القليل كثيرا لكن إياك أن تظن أنك أنت خلاص لأنا كده عملت لهم زي ما كانوا بيعملوا لي وانا صغير فوحدة بوحدة ومحدش لي فضل على التاني لا سئل أحد الحكماء فقيل له أنا أفعل لوالدتي مثل ما كانت تفعل لي وأنا صغير يعني إذا كانت بتأكلني صرت بأكلها إذا كانت بتلبسني صرت بلبسها إذا كانت بتشلني صرت أنا بشلها يعني خلاص استوينا قال لا لأنها كانت تفعل ذلك وتتمنى بقاءك وأنت تفعل ذلك وتتمنى فراقها إذن لا سواء لا سواء لكن الإنسان يجتهد ويحاول أن يسترضي والديه فإذا فعل ذلك الله عز وجل يجزيه على ذلك خير الجزاء ويرزقه ولد بار به ويبارك له في عمره ويوسع له في رزقه ويستجيب دعاءه ويبارك له ببركة دعاء والديه له فيسعد في الدنيا وفي الآخر أما الإنسان العاق والعياذ بالله الناكر للجميل اللي أبو أمه يعني فعل كل ما في وسعهما لإسعاده ثم يأتي هو لينكر هذا وليشتم والدته وليشتم أباه هذا إنسان ناكر للجميل ولذلك لا يسعد أبدا لا يسعد أبدا ربنا قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية البار بالوالدين في نحية والجبار الشقي في نحية أخرى عكس بر الوالدين إما أن تكون بارا بوالديك وإما أن تكون جبارا شقية وإذا كان الإنسان شقيا والعياذ بالله فقد خسر الدنيا وخسر الآخرة حتى ولو كانت علاقته بربه علاقة جيدة بعض الناس تجد مصليا مزكيا أخلاق مع الناس طيبة ثم تأتي إلى والديه فتجد عاقا لوالديه شزوز ويعني بقولوا عليها اللي هو يعني تنافر في الأخلاق في مشكلة عنده في الأخلاق إنه في نحية جيد وفي نحية سيئة لا أولى الناس بحسن أخلاقك وهم الوالد قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبك وبعدين يأتي الناس بعد كده يأتي الناس بعد ذلك إنما أولى الناس بحسن الصحبة هما الوالدان خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم لابد الإنسان أولى الناس بمعروفك هما الوالدان ثم الزوجة ثم الأولاد وهكذا لكن الإنسان العاق حتى وإن كانت علاقته طيبة بربه عقوقه لوالديه يحبط عمله والعياذ بالله لما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة قال صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كان مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين هكذا ثم قال له ما لم يعق والديه ما لم يعق والديه اللي يعمل الأركان الإسلام ويجتهد وكذا حيبقى مع النبيين والصدقين يوم القيامة إلا إذا عق والديه لو عق والديه عقوق الوالدان يعطله ولا يجعله يصل إلى هذه المرتبة ولذلك نحن لابد من الأمرين حسن الصلاة بالله عز وجل وحسن الصلاة بخلق الله وأول الخلق وجوب يعني وجوبا الإحسان منك إليهما الوالدان هما أول شيء وهما رقم واحد ولذلك كان الإمام الذهبي في كتاب الكبائر يوجه رسالة إلى العاقين لوالديهم فيقول أيها المضيع لآكد الحقوق المعطاد من بر الوالدين العقوق بر الوالدين عليك دين وأنت تتعاطاه باتباع الشين تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك حملتك في بطنها تسعة أشهر كأنها تسع حجج وكابدت عند الوضع ما يذيب المهج وأرضعتك من ثديها لبنة وأطارت لأجلك وسنة فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية وأطالت الحزن والنحيب وبذلت ما لها للطبيب هذا وقد عملتها بسوء الخلق مرارة فدعت لك بالتوفيق صرا وجهارا وشبعت وهي جائعة ورويت وهي قانعة وقدمت عليها أهلك وأولادك بالإحسان وأقابلت آيديها وإحسانها بالنسيا هذا ومولاك قد نهاك عن التأفيف وعاتبك في حقها بعتاب اللطيف ستعاقب في دنياك بعقوق البنين وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين يناديك بلسان التوبيخ والتهديد ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد فالإنسان العاقل هو الذي ينتهز فرصة حياة والديه ويلتمس رضاهما حتى يسعد في الدنيا وفي الآخرة أما إذا كان الوالدان قد ماتا فإن على الإنسان أن يحسن إليهما حتى بعد مماتهما وقد روي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما أي صلاة الجنازة والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما هذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما الصلاة عليهما أنك تصلي عليهم صلاة الجنازة الاستغفار لهما أنك تدعي لهم أن ربنا يغفر لهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ترفع للمي الدرجته فيقول أن هذا فيقال له ولدك استغفر لك ابنك استغفر لك فجاءك المدد وجاءك الثواب من الله سبحانه وتعالى باستغفار ولدك لك وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما من أراد أن يبر والده في قبره فليحسن إلى أعمامه من أراد أن يبر والدته في قبرها فليحسن إلى أخواله وخالاته صلة الرحم من أراد أن يبر والديه في قبرهما فليحسن إلى أخواته البنات وإخوانه البنين وليحسن معاملتهم لأن صلة الرحم بر لي الوالدين بعد موتهما قال وإكرام صديقهما يرى الإنسان من كان أبوه يحب من الناس فليحسن إليه وسيدنا عبد الله بن عمر لما مر عليه أحد الأعراب وسلم عليه فرد عليه السلام وألبسه عمام كان يلبسها وأعطاه داب كان يركبها فلما قيل له يعني حفظك الله غفر الله لك إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير قال لهم إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي أيها الإخوة يعني الكلام عن بركة بر الوالدين يعني يطول ويكفي أن نحن نركز على هذا الجانب الذي يعني أردنا أن نركز عليه وهو كون بر الوالدين سبب لسعادة الإنسان في الدنيا وسعادته في الآخرة ويعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى على لسان عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية فمن أراد أن ينجو من الشقاء وأن يسعد في الدنيا والآخرة فعليه ببر الوالدين وكما حكى ربنا سبحانه وتعالى عن يحيى عليه السلام قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من البررة بآبائنا وأمهاتنا وأن يرحم آبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغار وأن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع باب جديد من أبواب السعادة أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته